فرصة أخيرة لإحياء الاتفاق النووي تحملها زيارة مفاوض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن تنسيق المحادثات النووية الإيرانية في فيينا إنيركي مورا اليوم إلى طهران فبعد توقف المفاوضات في الحادي عشر من مارس في العاصمة النمساوية فيينا عاد انسداد الأفق ليهيمن على المشهد بينما برزت مساعن أوروبية إلى حل وسط يرضي كل الأطراف دبلوماسيون غربيون رجحوا حالة الانسداد الحالية إلى المطلب الإيراني برفع الحرس الثوري من قوائم الإرهاب مؤكدين أنه العقبة الأكبر حاليا خاصة أن واشنطن قد ألغت تلك الفكرة من حساباتها وبيّنت ذلك بوضوح لطهران وبالتوازي مع ذلك استبقت وزارة الخارجية الإيرانية زيارة مورا إلى طهران بتصريحات جديدة ألقت فيها باللوم على ما وصفته بالسياسة الخاطئة لواشنطن مشددة على أن التوصل لاتفاق دائم وعادل يتطلب التعويض عن النهج الخاطئ تجاه طهران من الإدارة الأمريكية حيث تطالب طهران بثلاثة شروط لإحياء الاتفاق النووي مع الغرب بما في ذلك إزالة الحرس الثوري من قائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية والتزام واشنطن بعدم الانسحاب من الاتفاق النووي مرة أخرى ورفع جميع العقوبات كشرط لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق وتهدف المفاوضات التي تجرى بتنسيق من الاتحاد الأوروبي إلى أعادة واشنطن الاتزام باتفاق عام 2015 ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد انسحابها مقابل امتثال الأخيرة مجدداً لالتزاماتها التي تراجعت عنها بعد الخطوة الأمريكية